كل مكان يذكر فيه اسم الله قد تزين وقبلها ازدانة القلوب المطمئنة بذكرى مولد منقذ البشرية من الضلالة الى النور حيث يعتبر يوم مولد النبوي الشريف يوما لاستذكار صفات ومناقب اشرف الخلق والمرسلين فهو النبي الهادي للامة الذي جاء برسالة الاسلام السمحة ليمحو التخلف والجهل والطائفية وينمذ الكفر والشرك فمولد نبي الله الخاتم يعتبر ايذانا ببدي عهد جديد وتمهيدا لنزول الرسالة السماوية الخالدة الى كافة الناس وهي رسالة الاسلام واحتفالات المؤمنين بهذا اليوم العظيم لها طعم ايماني خالص وما هذه الجموع التي ازحمت عند مرقد امير المؤمنين ما هي الا تصديق وتأكيد على ثبات رسالة الرسول الكريم وثباتها على نهجه واتباع طريق البيته في يوم احتفلت به اهل السماوات وستحتفل به اهل الارض بظهور الامام الموعود